السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و احنا شغالين ساعة مثلا ده في نقطة معينة عايز احط فيها مثلا المرجع اللي انا خدت منه الحجرية او كده باقول له insert footnote او في ملحوظة معينة ببيديها رقم وبابل انا اكتب مثلا هنا مثلا بحث دكتور اكس مين وبعد كده مثلا في ملحوظة تانية واقول له insert footnote ببيعملها في نفس الصابحة بحث spider امان طيب ليه انا مكتبش حاجات دي مان ولا ان هو كده كده بيرت كده بشكل قوي بحيس ان انا في اي لحظة لو انا عدلت في اي واحدة في يوم يعني لو انا جيت مثلا في اي واحدة في يوم مثلا رقم اثنين دية واعلمت عليها كده او مزحتها اوتوماتيك هتمسح ورقم ثلاثة هتبقى رقم اثنين فهو بيسهل علي الشغل التيع بدل ما نعمل الحاجات دي مانوال وهتاخد وقت لا هو بيوفر لي الادوات لكده ممكن برضه اقول له insert end note طيب ايه الفرق بين دوت دوت طيب اند نوت هيعملها في اخر الصفحة خالص انما الفود نوت بيعملها في نفس الصفحة اللي انا بكتب فيها وقدرت بقى اي كومنت كده طيب انا هملاحز هنا مثلا ان هو بدل مكتب واحد مديني حرفه معي اقدر ايه هنا في العلامات الصغارة دية ادخل هنا واختر الرمز هنا number format ممكن اقول له ايه خليه 123 طيب يبدأ من كام مثلا يبدأ مثلا من خمسة لانا ممكن يكون عندي كذا فصل وكل فصل فيهم في ملف ورد الواحد اقول له apply بالشكل دوت وفي اي لحظة ممكن اقول له control shift على اساس تبقى نحية اليمين بشنحة الشميل وده برضه نفس الفاكرة ممكن تعلم عليه وتحوله نحية اليمين بالشكل دوت ترجمة نانسي قنقر